معركة اماراتية يمنية خطيرة على الارض في المحافظات الجنوبية اليمنية تستخدم فيها الامارات ميليشياتها المنضوية في الاحزمة والنخب العسكرية والامنية مع تبادل رسائل سياسية رفعة مبطنة تعكس خطورة ما يجري الاعداد له من قبل الامارات في ظل غياب للموقف السعودي ترافقه زحمة تفزيرات وتأويلات في اوساط السياسيين والمحللين في حين يبدو الصمت السعودي موقفا بحد ذاته ولكن هل هو صمت المتمتع والرافض لتصعيد الامارات ضد الشرعية ووحدة اليمن ام انه صمت متواطئ اما الحكومة الشرعية ومثلها اغلب القوى اليمنية ومن بينها احزاب المؤتمر والاصلاح والرشاد فلم تصمت اذ اطلقت الحكومة تصريحات غير مسبوقة تحذر من سلوكيات ومشاريع واجراءات من شأنها تقسيم وتجزئة اليمن كما اصدرت الاحزاب بيان رفضت فيه تصعيد المجلس الانتقالي وادعت الى بناء استراتيجية العلاقة بين التحالف والرئيس هادي تصريحات وبيانات تأتي عقب نشاط وتصعيد عسكري اماراتي خطير على الارض وعبر الادوات الاماراتية المسلحة في بعض المحافظات الجنوبية اذ نشرت ابو ظبي دبابات واسلحة ثقيلة في مدينة عدن والاستلاء بالقوة على احد موانئ محافظة شبوة ومنعت الاحد الماضي الحكومة الشرعية من عملية استئناف وشيك لتصدير النفط والغاز ودفعت بقوات وعتاد ودبابات تابعة لميليشياتها المنضوية في الحزام الامني والنخبة الشبوانية لمنع عملية التصدير بالقوة كما عادت حكومة محمد بن زايد هذه المرة الى سقطرة ولكن عبر تشكيل حزام امني جديد يجري انشاؤه بعيدا عن الشرعية ووزارتي الدفاع والداخلية فيما اعلنت الحكومة الشرعية رفضها له واعتبرته ميليشيا مسلحة لا تتمتع باي وجود شرعي اي ان الاحتلال الاماراتي عاد مجددا الى ارخبيل سقطرة وفي ظل التحضيرات العسكرية الاماراتية الجارية لتقسيم وتجزئة اليمن ذهب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الى ارسال رسالة عبر تصريح نشره الاحدى الماضي اكد فيه وبلغة صريحة ان اقصر الطرق الى هزيمة ايران في اليمن هو دمج اليمن الاتحادي ضمن مجلس التعاون الخليجي اشتركوا في القناة